المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث يشيد بتنفيذ اتفاق الرياض برعاية سعودية ويدعو إلى الاستفادة من خفض التصعيد لإحلال السلام في اليمن مع استمرار الانسحابات العسكرية من أبيان لجنة من تحالف دعم الشرعية تصل إلى شبوى للإشراف على بدء الانسحابات والانتشار الأمنية ميليشيات الحوثي تفرض على المدارس الخاصة دفع تأمينات على موظفها بأثر رجعي وتهدد بغلق العشرات منها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم الرعاية الطبية لأكثر من ربع مليون من سكان ونازحي الساحل الغربية أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة اليمنية في إحاطة جديدة لمارتين جريفث المبعوث الأممي إلى الإمان أكد أن خفض التصعيد الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة يوفر فرصة لجميع الأطراف للتوجه نحو وقف الحرب والتوصل لحل سياسي للأزمة مشيدا ببدء الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ اتفاق رياض برعاية سعودية وفيما يتعلق باتفاق ستوكهولم أشار جريفث إلى أنه لا ينبغي التعويل على الجدول الزمني لتنفيذ هذا الاتفاق مؤكدا أن أعضاء البعثة الأممية لا يزالون يواجهون عراقيل تعيق حركتهم في الميدان أود أن أثني على التقدم الذي أحرزه في اتفاق رياض وأود أن أثني أيضا على حكومة اليمن والمجلس الانتقالي المدعومين السعودية على حرصهما على تنفيذ هذا الالتزام وإعادة الأطراف إلى تسجيل التزامهم بالتدابير المربوطة زمنيا لدعم تنفيذ اتفاق رياض أيضا هي مبشرة وأنا متيقن بأن المفاوضات تسير على قدم وساق يوميا هذه نقطة انطلاق لفتح صفحة جديدة بين الفرقاء اليمنيين غريفت كان قد سبق إحاطته الجديدة إلى مجلس الأمن بجولة شملت عددا من العواصم العربية والدولية لحشد الدعم اللازم لضمان استمرار خفض العنف والتحضير لجولة مشاورات سياسية جديدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين بشأن الحل النهائي للنزاع في اليمن تأتي إحاطة مارتين غريفت المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن قبل انتهاء فترة عمله المقررة منتصف فبراير المقبل وبعد جولة شملت كلا من صنعاء ومسقط والرياض وواشنطن التقى خلالها كبار المسؤولين في العواصم الأربع لحشد الدعم من أجل عقد جولة مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين لبحث تصور الحل الشامل في اليمن غريفت الذي كانت محطته الأخيرة في هذه الجولة واشنطن والتقى خلالها وزير الدفاع سبق وأن التقى وزير الخارجية العمانية ومن قبله قادة ميليشيات الحوث الانقلابية في صنعاء وفي الرياض التقى الرئيس هادي ونائبه وكبار المسؤولين في الحكومة الشرعية مساعي غريفت لعقد جولة مشاورات سياسية استدمت وفق مصادر يمنية في الرياض بتصلب موقف الرئيس هادي والحكومة الشرعية التي تشترط ضرورة تنفيذ اتفاق ستوك هولم الذي مضى عليه أكثر من عام كخطوة أساسية للانتقال إلى مرحلة مشاورات الحل النهائي على قاعدة المرجعية الثلاثة مصادر دبلوماسية أكدت أن غريفت سياسعى للاستفادة من الهدنة التي بدأت منذ سبتمبر الماضي والاتصالات التي أجرتها بعض الأطراف الإقليمية والدولية وعلى رأسها بريطانيا لإيجاد تفاهمات بين أطراف النزاع تهيئ للدخول في مشاورات واسعة تفضي إلى حل سياسي شامل في اليمن الحسن الحدادي الحدث ومعنا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري أهلا بك معنا أستاذ مانع إلى هذه الساعة يعني بداية التحركات الإقليمية التي حدثت في الفترة الأخيرة إلى أي مدى قد تسهم بالفعل في تحقيق وتنفيذ اتفاق ستوك هولم أم ستؤدي إلى منفذ آخر لمبادرة أخرى أو اتفاق آخر يسعى إليه المبعوث الأممي نعم نعتقد أن المبعوث الأممي يحاول أن يغالط المجتمع الدولي بأن يقول أن هناك إنجاز تحقق في اتفاق ستوك هولم وأن الأمور تمضي بشكل جيد باتجاه التنفيذ بينما قد تجاوزت الفترة سنة ولم ينفذ شيء والمبعوث الأممي يرفض أن يعترف بأن المشكلة القائمة مع ميليشيا الحوثي هي مشكلة أمنية وأزمة أمنية لا يمكن حلها إلا بنزع السلاح وبإنهاء التواجد الميليشاوي في الأراضي اليمني وباستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي في هذه المحافظات هذا الإصرار من المبعوث الأممي يجعل من المدة التي يشغلها تتمدد مرات الأخرى دون أن تصل إلى نتيجة ثم أن هناك ملاحظة على التقليل الذي أوردتم أنا أستغرب لماذا يوصف الموقف الحكومي بالمتصلب تجاه مطالبة المبعوث الأممي بعقد جولة مشاورات جديدة والحقيقة أن الحكومة اليمنية ورئيس الجمهورية يرفض أن يخوض في مشاورات عبثية طالما وليس هناك التزام من الميليشيات الحوثية أو من المجتمع الدولي تجاه تفاهمات استوكهول فلماذا نذهب إلى مفاوضات جديدة أو إلى مشاورات جديدة يجب أن يكون هناك التزام من المجتمع الدولي بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بشكل صحيح وقرار من المبعوث الأممي بأن الأزمة مع الميليشيات الحوثية هي أزمة أمنية يجب حلها بنزع السلاح وإنهاء التواجد الميليشيات المبعوث الأممي في إحاطة الأخيرة التي كانت قبل قليل كان يتحدث ويقول بأنه يجب أن لا يتم التعويل على الجدول الزمني لاتفاق استوكهول ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك بأنه هناك مماطلة من الجانب الحوثي وتعنت أو على الأقل رفض أي اتفاق جديد من قبل الحكومة الشرعية؟ أولا لابد من الملاحظة الشاملة على الإحاطة وهي أن المبعوث الأممي أطنب في الحديث عن الإنجازات التي تحققت باتفاق الرياض وهو اتفاق يمني يمني برعاية من المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة للتحالف وجار شقيق لليمن وحرص على إنجاز هذا الاتفاق وهي محاولة من المبعوث الأممي للتسلل للوصايا على هذا الاتفاق دون أن يكون له الفضل في إنجاز شيء منه ولو كان المبعوث الأممي شريكا في هذا الاتفاق لما كان نجح ولا ما كان تعقق شيء ولكن صدق المملكة العربية السعودية هو ما أدى إلى إنجاح هذا الاتفاق وتحقيق هذا الإنجاز بينما عندما تكلم عن اتفاق ستوكولم تكلم باختصاد شديد لأنه لا يوجد شيء يقوله بهذا الاتفاق الذي فشل في تنفيذه وفشل في أن يكون صريحا في تحميل الأطراف مسؤولية إفشال رأينا أنه تكلم عن الصعوبات التي تواجهها الفرق الأممية في التنقل داخل مدينة الحديدة دون أن يقول من هو الطرف الذي يعيق تنقل هذه الفرق ويعيق عملها حتى يقوم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وتدابير تحمي هذه الفرق وتمكنها من إنجاز مهامها لا زالت الضبابية حاضرة في خطاب المبعوث الأممي وفي إفاداته بشكل مستمر وهذا ما يهدد إمكانية أن يكون هناك دور أممي حقيقي في تحقيق السلام وفي الوصول إلى سلام مستدام في اليمن نعم طب برأيك هل يمكن أن يستمر هناك أي تحركات من الجانب الحكومة الشرعية بمعنى أن تكون هناك مباحثات سياسية بجانب أن يتم على الأقل محاولة اعتراف المجتمع الدولي بالطرف المعرقي لاتفاق ستوك هولم نعتقد أن هذا العمل هو عمل مستمر تقودها الدبلوماسية اليمني وتقودها أيضا دبلوماسية الدول التحالف بشكل جماعي وفي مقدمة المملكة العربية السعودية في إقناع العالم بأن المملكة العربية السعودية والتحالف العربي قام بخفض التصعيد فيما يتعلق بالمواجهة مع مليشية الحوذي من أجل أن يوجد فرص لحل سياسي للأزمة القائمة لكن في نفس الوقت الحكومة اليمنية هي الآن في مرحلة انتقال جديد من خلال تطبيق اتفاق الرياض وقد يحدث في الأيام القريبة القادمة تشكيل حكومة جديدة وبالتالي الحكومة الجديدة هي التي ستتولى هذا الملف وستتولى ربما إعادة النظر في اتفاق ستوك هولم الذي لم يثمر شيئا إلا استمرار القتل واستمرار الحصار للمواطنين في الساحل الغربي وفي مدينة الحديدة بما أنك تطرقت أستاذ مانع لمؤتمر الرياض الذي الآن يجري العمل على تطبيقه فقط أريد منك تعليق لأن جانب المجلس الانتقالي كان يقول بأن أعضاء من حزب المؤتمر الوطني يعرقلون تنفيذ هذا الاتفاق أنا أعتقد أن الإرادة السياسية القائمة هي تتجي نحو التنفيذ وبلا شك أن هناك تحديات ميدانية وتحديات من من لديهم مصالح على الأرض سواء من المجلس الانتقالي بمن هم محسوبين على المجلس الانتقالي أو أطراف قد تكون أيضا محسوبة على الحكومة اليمنية تريد أن تعطي لكن الإرادة السياسية التي يقودها فخامة الرئيس عبدالقم منصرهادي وبدعم كبير من المملكة العربية السعودية تعمل على تنفيذ هذا الاتفاق وهناك أيضا أصوات إيجابية في المجلس الانتقالي تكفع باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق وإنهاء الانقسام وتطميع الأوضاع في المناطق المحاضرة حتى تتمكن الحكومة وكل المكونات التابعة لها بما فيها المجلس الانتقالي مستقبلا من مواجهة ما تبقى من ميليشيات الانقلاف في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوزي نعم المبعوث الأممي مارتين جريفث إلى اليمن من المفترض أن تنتهي مهامه في اليمن الشهر المقبل تقريبا يوم 16 من فبراير هل تتوقع بأنه يستطيع أن يحرك الجمود الذي شهده الملف اليمني في الفترة الأخيرة أم سيلحق مثل سابقه؟ أنا أعتقد أنه خلال هذا الشهر لا يستطيع أن يعمل أي شيء لأنه وللمرة الأولى الحكومة الشرعية والمكونات التجعلة ليست جاهزة للخوض في مشاورات قادمة قبل إنهاء الترتيبات السياسية الداخلية الخاصة بالحكومة الشرعية وإنهاء مترتبات أو التزامات اتفاق الرياض وبالتالي لا يستطيع أن يعمل شيء إضافة إلى أن الميليشيات الحوزية ليست جاهزة للدخول في مشاورات جديدة لأنها تنتظر ما سيفضي إليه التصعيد في منطقة مع إيران هي التي لا تستطيع أن تقوم بتصعيد عسكرية الآن وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تتقذ قرارات استراتيجية باتجاه عملية السلام لأن إيران لم تحسب خياراتها في ما يتعلق بالحرف اليمن شكرا جزيلا من الرياض كان معنا المحلل السياسي اليمني مانع المطري شكرا جزيلا نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل الجيش الوطني يدمر لغما بحريا حراريا إيراني الصناع في شواطئ الحديدة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد وصلت لجنة من تحالف دعم الشرعية الى محافظة شبوى للاشراف على تنفيذ اتفاق الرياض وقال مصدر عسكري ان اللجنة السعودية الاماراتية ستتولى مهمة الاشراف على سحب القوات الحكومية القادمة من مأرب وازالة التحديات العسكرية في محافظتي ابيا وشبوى منذ احداث عدن ونص ايضا على خروج القوات العسكرية من عدن وعودتها الى معسكراتها الاساسية واكد المصدر ان التحالف مصر على تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والسياسي خلال فترة زمنية محددة كما نص الاتفاق على تجميع ونقل الاسلحة المتوسطة والثقيلة بانواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية في عدن كمرحلة لاحقة الى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف وتشمل هذه الاسلحة الدبابات والمدرعات والمدفعية الثقيلة والصواريخ الحرارية والاطقم المسلحة تواصل اللجان المشترك الاشراف على عملية الانسحابات المتبادلة في محافظة ابيان بين الحكومة الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وتجري عملية الانسحاب وسط ترحيب كبير من قبل القيادات العسكرية التابعة للطرفين والتزام جميع الاطراف بتنفيذ بنود اتفاق الرياض خاصة ما يتعلق بالشقين العسكري والامني لقاءة اللقنة السعودية اول امس وتم الاتفاق على ان تنسحب القوة لقاءة من شبوه والحمد لله تم من قانب الشرعية انسحاب القوة لقاءة من شبوه معززه مع الشرعية يبقى الامر مرهون على الاخوة في الانتقالي انتمنى منهم انهم يبدوا حسن نواياهم كما ابدأ الشرعية حسن نواياها بالانسحابات وتبدأ الامور تعود الى مقاريها تعود الحياة الى مقاريها يعود المواضنين الى اعمالهم الى اماكنهم تعود القوة الامن الى ادارة الامن نحن نغوم بالانسحاب من مواقعنا وعولتنا الى مواقعنا الرئيسية نودوا من الاخوة في الشرعية انسحبوا من مواضعهم كما حسب اتفاق الرياض بعد انسحاب اللواء التاسر صاعقة وكذلك كتائب اللواء الخامس التابعة للمجلس الانتقالي من اطراف مدينة ابيان وكذلك انسحاب القوات الحكومية من شقرى وقرن الكلاسي باتجاه محافظة شبوة تأتي عملية انسحاب قوات تابعة للانتقال من ودي حسان وهذه الانسحابات من محافظة ابيان تتم في ظل اوضاع مأساوية تعيشها المحافظة جراء الحرب والصراعات الداخلية والتي تمثل حلقة واصل بين المحافظات المحررة بدعنا بالانسحاب من يوم عمص ولكن نطلب من دول التحالف بان تلزم الطرف الثاني المتواجد في شغرة وفي العرقوب بان ينفذوا اتفاقية الرياض حسب ما رحنا بنفذ لها نحن القنوبيين مطبغين اي غرار تغره دول التحالف بغيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات خطوات تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والامن بدى فعلا من هنا من ابيان وشبوى لتاليها خطوات اخرى في عدن وباقي المناطق المحررة لتطبيع الحياة والانتقال الى الشق السياسي لبناء شراكة بين جميع الفرقاء ردفان دبيس الحدث محافظة ابيان وينضم الينا الان من عدن ردفان دبيس مراسل الحدث اهلا بك معنا ردفان يعني نريد بداية ان نعرف منك نوعية الوحدات التي تحركت من اين و الى اين ومن هي الوحدات التي حلت مكانها مساء الخير نعم بعد الانسحابات التي حصلت في اليوم الاول والثاني من اطراف مدينة ابيان في الجهاء الشرقية لمديرية زينجوبار اللواء التاسع انسحب بالكامل التابع للمجلس الانتقالي وتوجه الى عدن كذلك اللواء الخامس واستكمل الانسحابات اليوم توجه الى عدن وكان في وادي حسان وكذلك في وادي الشيخ سالم اليوم انسحابات جديدة وهي الكتيبة الخاصة التابعة للواء الاول مشاه والتي انسحبت من منطقة الشيخ سالم شرق مدينة زينجوبار عاصمة المحافظة وهي باتجاهها الى العاصمة المؤقتة عدن الانسحابات متواصلة غدا سينسحب الواء الثاني التدخل السريع اللجنة تعمل بشكل سلس جدا الانسحابات متواصلة اللجنة تعمل بصورة مشتركة مع كل الاطراف وكذلك تعمل لتذليل الصعاب امام العوائق ان وجدت قد توجد احيانا عوائق عدم الانتقال بسرعة بما هو مخطط لها وبحسب الخطة الزمنية التي رسمت من قبل اللجنة المشتركة في محافظة أبيان الا انها تقوم بتذليل الصعاب وتعمل بشكل كبير جدا لإيصال هذه المعسكرات الى اماكنها السابقة ثم تذهب الى الاماكن التي تم تحديد لها الى اين تذهب الالواء الثالث حماية الرئاسية سينتقل من محافظة أبيان الى الساحل الغربي كذلك الوية التابعة المجلس الانتقالي وهي التاسع والخامس ستنتقل كذلك الى الساحل الغربي كما سيكون اللواء تسع وثلاثين في محافظة أبيان باتجاه لودر والبيضاء نعم رتفان متى سيبدأ سحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ووضعها في معسكرات تحت اشراف التحالف كنا في لقاء قبل يومين مع قائد التحالف العميد مجاهد العتيبي وقال لنا مع مجموعة من الصحفيين بأن التحالف يقوم الآن بجمع الاسلحة الثقيلة من كل المعسكرات والكل يتعاون بهذا الجانب ويتم تجميعها في مكان لم يحدده ولكن قال بعد ذلك سيتم هناك اعلان مؤتمر صحفي للبدء بإعطاء الصورة الحقيقية لجمع هذه الاسلحة والبدء أيضا مرة أخرى بدفع لتأهيل عناصر أمن عدن وكذلك القوات التي ستبقى داخل عدن أو داخل محافظة أبيان نعم هل الانسحابات من أبيان ومن شبوة معنى ذلك بأن هذا بداية النهاية للاتفاق أو لتنفيذ الشقة العسكري من اتفاق الرياض أم هناك مناطق أخرى أيضا مجدولة لعملية الانسحاب الكل يثق بالمملكة العربية السعودية الكل يثق باتفاق الرياض الكل متفاعل ومتفائل بنفس الوقت سألنا الأطراف يوم أمس كان هناك زيارة لطاقم العربية والحدث إلى محافظة أبيان سواء كان لمن هم محسوبين على المجلس الانتقالي أو حتى مع الشرعية سألناهم هذا السؤال وجدنا أن الكل متفائل أيضا وهناك تجاوب كبير لنقل هذه المعسكرات من محافظة أبيان ومحافظة شبوة كما هو مرسوم إلى خارج هذه المحافظة والعودة إلى المعسكرات ثم تليها الخطوة الأخرى والهمة وهي إخراج المعسكرات من العاصمة عدن وباقي المناطق المحررة لتعود إلى الجبهات لمواصلة القتال وإعطاء فرصة للانتقال إلى تطبيع الحياة وأيضا الانتقال إلى الشق السياسي الذي سيوفر للجميع شراكة حقيقية بين كل الفرقات أشكرك جزيلا شكر مرسل الحدث رتفان الدبيس كنت معنا من عدن شكرا جزيلا عثرت القوة البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوث قرب جزيرة زرباط في مدرية اللحية بمحافظة الحديدة وبحسب الفريق الهندسي التابع للتشكيل البحري فإن اللغم الذي عثر عليه أثناء تمشيط القوات البحرية للمياه من نوع حراري إيراني الصنع وشديد الانفجار كما أنه أول لغم بحري حراري يتم العثور عليه بخلاف الألغام البحرية السابقة التي تم التعامل معها خاضت قوات الجيش الوطني معركة صدت خلالها هجوما لميليشيات الحوث في مدريتي رازح وقطابر بمحافظة صعدة وفي الأثناء نزعت وحدات هندسية تابعة للجيش الوطني كمية من الألغام التي زرعتها الميليشيات في مدريتي باقم وصفراء اشتباكات ليلية لردع هجوم ميليشيات الحوثي في محيط منطقة آل ثابت صد الهجوم أسفر عن سيطرة الجيش الوطني اليمني على جبل الربع ووادي جلال في المنطقة الواقعة بمديرية قطابر بمحافظة صعدة الهجوم الفاشل هو الثالث خلال يومين فقط تمت اليوم السيطرة على بعض اتباب المطلة على وادي جلال في منطقة آل ثابت وهذه بعض الغنائم التي غنناها من العدو حرب الألغام ما زالت مستعرة في المناطق المحررة في مديريتي باقم وصفراء بعد أن فككت جيش اليمني المزيد من الألغام قمنا بنزع الألغام هذه أمامكم وإتلافها من المناطق التالية من مناطق المزهر من مناطق المغرى منها الألغام المضادة للعربات ومنها الألغام المضادة للمنازل ومنها الألغام المضادة للأفراد هذا ما سيتم إتلافه وفي مديرية رازح أحكمت جيش الوطني اليمني سيطرته التامة على سلسلة جبال الأزهور وقمة الحصن الاستراتيجية المطلة على مركز المديرية أوجدت جيش الوطني وتحالف دعم الشرعية منطقة آمنة عازلة للهاربين من بطش الميليشيات الانقلابية الميليشيات تستهدفهم بقذائف الكاتيوشا هنا إلى جوار جبل الحصن الميليشيات دائما ما تحاول أن تستهدف الهاربين من بطشها أو قطعات الشرعية إلا أن محاولاتها باعت بالفشل لقناتين عربية والحداث محمد العرب من أمام قمة جبل الحصن في سلسلة جبال الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة ومن سوق الثابت في مدرية قطابر ينضم إلينا مرسل الحدث محمد العرب أهلا بك معنا محمد يعني بداية نريد أن نعرف عن أهمية السيطرة على سوق الثابت ما هي أهمية السيطرة على هذا السوق؟ نعم تهانية السيطرة على سوق الثابت والقمم المجاورة له تعتبر نصف المعركة باتجاه توغل لواء سقور اليمن إلى حيث مركز مديرية قطابر بعد السيطرة على جبل عربع ووادي الجلال أصبح لا يفصل جنود لواء سقور اليمن عن مركز قطابر إلا 11 كيلو متر من الجهة المقابلة يزحف لواء الثالث حرس حدود باتجاه نفس النقطة ولكن بعد شامية آل قراد وبعد قرية الفرثة وبعد جبال آل قراد شاهقة الارتفاع إذن هناك كم ما شاء لواء سقور اليمن ينتقل إلى ما بعد سوق الثابت ولواء الثالث حرس حدود ينتقل إلى ما بعد شامية آل قراد ليلتقوا في مركز المديرية نعم محمد نريد أيضا أن نعرف أين وصلت تحالف والشرعية في عملية تفكيك الألغام سواء في صعدة أو في حجة أو في الجوف أيضا نعم هناك ثلاثة أنواع من الألغام هي تشكل التحدي الأكبر أولا الألغام البحرية التي تهدد من يمتهن على صيد السمك وأيضا تهدد الملاحة الدولية وهي موجودة في محافظة حجة واليوم آخر الألغام البحرية التي عثر عليها جنود منطقة العسكرية الخامسة الألغام الثانية هي الألغام الموهة التي تموها على شكل صخورة أو جذوع أو أجداء يعني على شكل جذع شجرة فهذه الألغام هي التي تشكل تحدي أكبر لأن المدنيين غير مؤهلين للتعامل مع هذا النوع من الألغام وهي توقع خسائر كبيرة الألغام الثالثة التي تنتشر الآن وهي محلية الصنع بخبرات يشير خبراء الجيش الوطن هنا خبرات مستوردة لم تكن معروفة قبل الانقلاب هي الألغام الفردية التي يوجد منها الآلاف على سفوح الجبال على المحررة في صعدة وحجة وكذلك في المناطق المنبسطة في محافظة الجوف نعم محمد يعني دوما في تغطياتك الصحفية تتحدث عن سلسلة جبال الأزهور نريد أن نعرف أين وصل الجيش اليمني في هذه سلسلة الجبال وما أهمية تأمين هذه السلسلة نعم تهاني سلسلة جبال الأزهور أولا هي سلسلة إن كانت تقع داريا في مديرية رازح المحافظة الصعدة فهي تمتد إلى مديريتي غمر وشدة هي تقريبا ثاني أكبر سلسلة بعد سلسلة جبال مران الشهيرة وهي صخور جرداء ترتفع بزاوية شبه قائمة الآن الجيش الوطني يسيطر عليها كاملة بما فيها أعلى قمامها هي قمة الحصر التي ختمنا التقرير من أمامها السيطرة عليها تجعل ثلاث مديريات في مربع نيران الجيش الوطني يعني لو لا تمترس الميليشيات بالمدنيين في مركز غمر ورازح وشدة لحسمة المعرقة لصالح الجيش الوطني بسهولة لأنه يملك المناطق المرتفعة التي تشرف على مراكز المديريات الثلاثة شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات المستحدثة حتى الآن من سوق الثابت من مدرية قطابر كان معنا مرسل حدث محمد العرب شكرا جزيلا نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل ميليشيا الحوثي تواصل حفر الأنفاق وسط وشرق مدينة الحديدة اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم من جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وزير تربية الانقلابيين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساعات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الشركات اشتركوا في القناة 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 بهذا الشكل يعني أسلوب الإرهاب والترهيب الذي تمهارسه هذه العصابة الإجرامية أسلوب القمع أسلوب الدكتاتوري هو هذا السبب إذا أحد من المواطنين وأعتقد قناتكم أيضا عرضتها من أيام أحد المدرسات طالبت مرتبها وأصرت عليه وعملت مقطع فيديو تعرضت للضرب وضرب هذه الفتاة لا يعني أنه تأتيبها فقط هي رسالة لكل أبناء الشعب اليمني من طالب بمرتبه سواء من المتقاعدين أو المواطنين أو الموظفين سينال نفس العقاب هم يتحدثون عن مكرمات جديدة عملوها للشعب اليمني أنهم كل أربعة شهر بقيت دوله مرتب وطبعا هذا ما تم إلا بعد ما حدث في إيران والضغوط عندما وجد الحوثيين أن ممولهم الأكبر ودعمهم الأكبر بدأ يتعرض للإنكسار فحاولوا أن يلملموا الشارع اليمني باتجاه الحفاظ على سلطتهم وستوتهم في البلد نعم طيب هل برأيك هناك لجان تتابع يعني لجان حكومية تتابع الأمر في الداخل اليمني وما تحدث هذه الميليشيا بحق التعليم والتغيير الفكري على الأقل لأسنوات المقبلة هل هناك تواصل مع الجهات المعنية هل هناك تواصل مع الأمم المتحدة لشرح لهم بالتفصيل ماذا يحدث؟ أعتقد أن حكومة الشرعية ومنظمات مدنية وحقوقية ومنظمات تعني بالتربية وبالنقابات التربوية وبالنقابات أيضا العمالية وبحقوق الإنسان تنشط في هذا الجانب وبتواصل مع الجهات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتصل لها هذه الأفكار المعيب والمخجل أن الشعب اليمني لم يكن هو إذا لم تستطع أن تتحدث فتحدث بقلمك وذلك أضعف الإيمان ارسل لنا بكل ما تتعرض لهم مضايقات ما هي التجاوزات ما هي الخطورات المنهج التعليمي أصبح منهج تدميري لأفكار الشعب اليمني الشعب اليمني المتعايش دينيا ووطنيا ووحدويا مع بعض الشعب اليمني الآن هناك قسير الماق هناك تفرق عنصرية هناك عادتنا إلى ما قبل أربعة ألف واربعمائة سنة من أجل تمرير مشروعهم الذي ليس أكثر من جزء من المشروع الإيراني المتشيع وتأثيره على المنطقة العربية بشكل عام وهم أخطر وعنصريين أكثر من الأديان الأخرى الذي يريدون أن يتحدثون لم نجد الإرهاب والتطرف والتجاوزات في أي دين آخر كما وجدنا في من يتحدثون بإسم الإسلام سؤال أخيرا تهى وقتي ولكن هذا السؤال إذا سمحت لي يعني هناك باختصار أيضا هناك يعني محاولة لأخذ كل موارد الدولة حتى يتم تأمين المجهود الحربي الذي تقوم به هذه الميليشيا حسب معتقداتهم من أين لهم طباعة هذه المناهج؟ من أين لهم توزيع هذه الأفكار؟ كيف؟ طبعا الدولة كطر دعمتهم بتباعة المناهج في المناطق التي احتلها الحوثيون الكهنوتيون وفي مناطق سيطرهم مدتهم بمئات الملايين بعشرات الملايين لتباعة هذه المناهج وهذا جزء من الخلل الذي يعيش الشعب اليمني أنه هناك سلطة شرعية متعارف بها هناك وزارة تربية وتعليم في حكومة الشرعية معترف بها هناك كل المقاومات التي تعطي كل الدول بالتعاطي مع حكومة اسمها الجمهورية اليمنية وأي تجاوز أو تعاطي مع هذه العصابة هو مسخ لكل القيم والأخلاق والمبادئ والمشروع العربي الكبير لكل الأمة العربية شكرا جزيلا من القاهرة يحيى العابد المحلل السياسي اليمني شكرا جزيلا لك في مدينة الخخة جنوب الحديدة التي تستضيف مئات الأسر النازحة من مدينة الحديدة وما حولها يقدم مشروع عيادة تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأقسامه الثلاثة خدمات الرعاية الطبية لسكان المدينة والمناطق المجاورة والنازحين ومنهم من أجبرتهم الميليشيات على مغادرة منازلهم ثم عادت لتلاحقهم في مخيم النازحين حي الحالي في مدينة الحديدة حولته ميليشيات الحوث إلى منطقة عسكرية زرعته ألغاما وعبوات ناسفة وحفرت فيه الخنادق والأنفاق ونشرت مسلحيها في أرجائه وأجبرت سكانه على النزوح إلى خارج المدينة الطفل محرم شادلي البالغ من العمر ستة أعوام نزح مع أسرته وبقية سكان الحي إلى مخيم للنازحين في مدينة الخوخة جنوب المحافظة أملا في العيش بعيدا عن عنف الميليشيات وبطشها أمل بددته قذائف الحوثيين التي استهدفت المخيم وأصابت تجمعا للأطفال النازحين بينهم محرم في الخوخة التي تستضيف مئات الأسر النازحة من مدينة الحديدة وما حولها يقدم مشروع عيادات تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الرعاية الطبية لسكان المدينة والمناطق المجاورة والنازحين نحن هنا في مركز الملك سلمان في الخوخة نقوم باستقبال العديد من الحالات من النازحين والمواطنين تأتينا حالات من جميع المديريات من حيس من دريهمي من التحيطة من المناطق الغير محررة المشروع الذي بدأ عام الفين وثمانية عشر يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة ووفقاً للمشرفين عليه فقد استقبلت أقسامه الثلاثة حتى ديسمبر الماضي أكثر من مائتين وخمسين ألف حالة مرضية وقدمت لها الرعاية الصحية والأدوية وفقاً لحاجة كل حالة وبالإضافة إلى التغذية الأساسية الطارئة التي يتم تقديمها للنازحين يعمل المشروع من خلال عياداته على مكافحة الأوبئة والحد من انتشارها في المنطقة وينضم إلينا الآن من الرياضة المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي أهلاً بك معنا أستاذ سامر يعني بداية نريد أن نعرف منك نوعية الرعاية الطبية التي يقدمها المركز للأسر الساكنة وأيضاً للنازحين في الساحل الغربي حياكم الله أستاذة تهاني أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام الحقيقة قبل أن ألج إلى الموضوع إذا سمحتي لي أن أنوه هنا على ما حققته المملكة العربية السعودية على المستوى الإنساني وذلك بحصولي على المركز الأول عربي والخامس دولياً في مجال دعم وتموين المساعدات الإنسانية حسب بنصة التبع المالي التابعة لممتحدة دعيني أبدأ بالصورة الكبيرة في اليمن في مجال المساعدات الإنسانية تصدرت المملكة العربية السعودية عام 2019 المانحين في دعم الملف الإنساني في اليمن بمبلغ تجاوز الواحد فاصل اثنين مليار دولار إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة حتى الآن تجاوز في شتى المحاور تجاوز السبت عشر مليار دولار إجمالي ما قدمه مركز الملك سلمان حتى الآن هو تقريبا تجاوز أو قاربا من الثلاثة مليار دولار بواقع أربعة ونص أربعة أربعمائة وخمسة خمسة مشاريع حتى الآن توزعت على اثنى عشر قطاعا من أما قطاع الصحة في قطاع الصحة تم تنفيذ أكثر من مية خمسة وثمانين مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوز الخمسمية واثنى عشر مليون دولار شملت محاول الحقيقة الرعاية الصحية الأولية شملت كذلك علاج الجرحة مكافحة الأوبئة التغذية العلاجية الدعم النفسي برنامج إعادة برامج إعادة التأهيل وتركيب الأطراف الصناعية أما الحديدة تحديدا فقد سارع مركز الملك سلمان للتدخل الإنساني في هذه المدينة المنكوبة وواكب الحقيقة هجرة الكثير من الأسر ونزوحها من المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية وأقام الحقيقة مخيم بني جابر والذي الحقيقة أقام فيه منظومة متكاملة من الرعاية سواء كانت في قطاع التعليم في قطاع الصحة في قطاع المياه والإصحاء البيئي في قطاع الإيواء وفي قطاع الغذاء من أحد أهم المشاريع التي قيمته وما تفضلتم به أستاذة هاني وتقريركم ذكره هو مشروع العيادات المتنقلة وكان هذا التدخل الحقيقة تدخل طارئ ومهم جدا حيث أن أعداد كبيرة جدا كما ذكرتم في التقرير لجأت إلى هذا المخيم وأعداد من النازحين كذلك وفدت لأجل الحصول على المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية حتى أن هذا المشروع الحقيقي لم يصمم من البداية لأن يستوعب هذه الأعداد الهائلة لكن استطعنا أن نواكب هذه الأعداد الكبيرة التي حقيقها استدعى تدخل لعلاجها وبلغ 250 ألف تقريبا حالة حتى الآن نعم قدمنا الرعاية التكاملية قدمنا التغذية العلاجية قدمنا التحصين قدمنا في مجال الصحة هل كنتم تواجهوا هناك صعوبة يا أستاذ سامر هل هناك صعوبة للوصول للحالات المحتاجة للأسف استاذة تهاني التهديد الذي كان موجود غالبا هو تهديد الحقيقة أمني والحقيقة الخوف على حيات هؤلاء النازحين واللاجئين حيث أن هذا المخيم بالتحديد تعرض إلى قصف مرتين من قبل الميليشيات الحوثية بالهاون وأدى إلى الحقيقة إصابة عدد من الخيام وسخوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين طبعا هذا العدد الهائل بلا شك الذي وفد لهذا المخيم وكذلك لتلقي العلاج شكلت حديا كبيرا بالنسبة للعمل لكن بحمد الله عز وجل استطعنا مع جهود الطاقم الموجود وكذلك تحريك كثير من الأمكانات سواء كانت الطاقات البشرية موارد بشرية طب ممرضين وكذلك الأدوية التي نحتاجها استطعنا بحمد الله عز وجل أن نقدم كثير من الخدمات التي استطعت أريد أن أركز على بعض الخدمات سيد سامر اسمح لي أريد أن أركز على بعض الخدمات يعني كثير من المناطق التي تخضع لمحاصرة من قبل الميليشيات الإنقلابية بها العديد من الأمراض الوبائية وهناك كثير من المصابين ما هي الخدمات التي قدمتموها وما هي أبرز الأمراض الوبائية المنتشرة في أي منطقة تحديدا حسب معرفتكم طبعا سيدة هاني الحديدة هناك تحديين كبير صحيين فيها الأول هو ارتفاع عدد حالات نقص التغذية للأسف الأطفال تحديدا تعتبر الأعلى كمحافظة على مستوى اليمن الشقيق الثاني هو الحقيقة أن الكوليرا في محافظة الحديدة تعتبر مرض مستوطن أي أنه ليس عابر مستمر على مدار السنة لذلك نحن حاولنا أن نتدخل الحقيقة بطريقة أولا أن نركز على حالات نقص التغذية سواء كانت نقص التغذية الحاد والمتوسط وكذلك نحاول منع الحقيقة حدوث وصول هذه الحالات في بدايتها إلى حالات متوسطة أو حالات تعتبر ربما حادة إذن أولا كان هناك برنامج يستهدف ما نسمي التغذية العلاجية وعلاسه التغذية عند الأطفال وستطعنا أن ننجح فيه بشكل كبير جدا بحمد الله عز وجل المرنامج المرنامج الآخر اللي أشرتم إليه كان مكافحة الأوبياء ومن أهمها الكوليرا نحن طبعا وقعنا اتفاقيتين مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع اليونسيف بمبلغ إجمالي تقريبا أكثر من 82 مليون دولار نحن تدخلنا هنا الحقيقة ليس فقط لعلاج حالات الكوليرا إنما لنعمل على الوقاية من الكوليرا عن طريق الحقيقة تأمين المياه الصالحة للشرب تأسيس لمنظومة أصحاح بيئة صحيحة التخلص فيها من النفايات الصلبة والسائل يكون بطريق صحيح لذلك استطعنا أن نمنع بحمد الله عز وجل أن وجود جائحة أو اجتياح لوباء الكوليرا من جديد لهذا المطر سيد سامر في أقل من دقيقة إذا سمحت لي كيف تتعاملون مع الحالات المزمنة كالسرطان والفشل الكلوي وما إلى ذلك من هذه الأمراض طبعا هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة اليمنية هناك تعاون وثيق مع كذلك منظمة الصحة العالمية نحن نؤمن الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة بعمومها ونحرص على أن يكون هناك حد لا ينحد نعتبره حد يعني هو أمان أو سيفتي لا تنزل عن الأدوية في هذه المستودعات السلطان بحمد الله زوجة استطعنا أن نؤمن أنها الأدوية الأساسية أقمنا مختبرات العقيقة للكشف عن السلطان نعم استطعنا بحمد الله عز وجل أن نعالج ونستمر في علاج كثير من الحالات السلطان نعم أشكرك شكرا جزيلا أن كنت معنا من الرياضة المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطالي شكرا جزيلا وصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها في محافظة الحديدة وحفر مزيد من الأنفاق والخنادق في منطقة كيلو ستة عشر شرق الحديدة ووسطها وأظهرت مشاهد مصورة قيام عناصر الميليشيات بحفر الأنفاق التي امتدت لمسافات طويلة داخل مزارع المواطنين وصولا إلى المنازل والمؤسسات العامة والخاصة وفي الطرقات الرئيسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الأخبار من الحدث مع استمرار الانسحابات العسكرية من أبيان لجنة من تحالف دعم الشرعية تصل إلى شبوة للإشراف على بدء الانسحابات والانتشار الأمنية ميليشيات الحوثي تفرض على المدارس الخاصة دفع تأمينات على موظفيها بأثر رجعي وتهدد بغلق العشرات منها شكرا لكم مشاهدينا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر